اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه بذل لها وقته وجهده وأسس بعزيمة رجالات الوطن الأوفياء قوة عسكرية شامخة قوامها هامات وطنية لم تعرف المستحيل يوما أنشأت الوحدات العسكرية والكتائب وأهلت الكوادر ودربتهم وبنت العمران والميادين وشدت أركان العتادي والسلاح فكانت هذا الصرح الوطني الشامخ منذ البداية المشهودة جاءت قوة دفاع البحرين برسالتها الوطنية السامية حامية لحدود الوطن وسلامة أمنه واستقراره وسيادة قانونه ودستوره فحظيت بمكانة إقليمية ودولية كبيرة واستمرت بالتطوير والتحديث المتواصل لمختلف أسلحتها برا وجوا وبحرا وعملت بتوجيه ورعاية جلالة الملك المفدة على تأدية واجباتها العسكرية بكل كفاءة واقتدار فكانت محط فخر واعتزاز أبناء هذا الوطن المخلص لمليكه وأرضه وشعبه بما قدمته من تضحيات جليلة ومآثر يسطرها التاريخ لأجيال وأجيال قادمة شاركت قوات البحرين بكل بسالة في الذود عن أمن وطنها ومصالحه في الخارج ووقفت جنبا إلى جنب مع أشقائها في دول الخليج العربي في كل قضاياها العادلة درءا لأي مخاطر وتهديدات علاوة على المشاركات المشهودة في العديد من التحالفات الإقليمية والدولية تضحيات جليلة قدم خلالها أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس ذودا عن مصالح الوطن وامتثالا لأوامر وتوجيهات القيادة الحكيمة لملك البلاد المفدة القائد الأعلى لقواتنا الباسلة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين